وصفة معجون البندورة صلصة البندورة دبس البندورة رب البندورة حسب انتو شو بتسموها الى كتير مسميات والطريقة واحدة هاي دي صلصة البندورة الطريقة التقليدية حضرتها لكم انا من اوائل الوصفات بحسابي حبيت اجمع لكم الفيديوهات ونرجع نذكركم فيها كتير طيبة ما فيها الوان ما فيها نكهات ما فيها مواد حافظة مجرد بندورة ملح خشن بحري وشوية زيت زيتون ما شاء الله لقيتها بالشبرة حبات كبار وحمر كتير كتير حمر وحلو لونون والحبات كبار جبتون وعملت فيهن معجون البندورة تقدروا تحضروها باكتر من طريقة بس تكون قوامة كثيف ومركز بهذه الطريقة انا بحب اعمل منها كميات باستغل موسم البندورة باعمل البندورة يلي انا صورت لكم ياها من قبل يلي منحطها بخزانة المطبخ ما في داعي للتلاج وبنعمل منها رب البندورة وبعمل كتير وصفات من البندورة لاستخدامها طول الثاني جبنا حبات البندورة غسلتن اذا فيهن اي ضربة بتشيلوا الضربة منها وازا فيها العرق كمان هيدا بتشيلوه وبتقطعوهن زي ما بتكون هلا البعض حيقل لي انطلال لاش لنقطعون بدك تطحانيون اطحانيون بدك تقطعيون كل الطرق صح انا بحب هيك شيلون من اولا غسلن وارميون بالطنجرة بقطع البندورة لحبتين ثلاثة وبرميها بالطنجرة بعد ما نشيل اذا فيها ضربة او فيها عرق وبحطن بالطنجرة وكل كيلو من البندورة بدو تقريبا معلقة طعام مليانة ونص من الملح الخشن او معلقة معلقة كيفية عشان ما تطلع معاكم نصصة مالحة امانة انا بشتغلها عن نظر يعني بشوف الطنجرة قديش كمية البندورة عندي شي خمستاش عشرين كيلو بحط عليهم كمشة الايد الملح الخشن خليتهم على النار كل نص ساعة بقلبهم كل نص ساعة بقلبهم شوفوا اول شي بتوصل عنا البندورة للنص بنص الطنجرة كمان بظلني خليها لو اوصل لمرحلة ما بقدر حرك بالمعلقة الخشب كل السوائل منا اتبخرت وصارت تقريبا تلت الكمية بالطنجرة يعني اكتر من النص اتبخرت عنا هلأ اللي بدأ تطحنها وتحطها بالطنجرة وتتركها لا تصير عنا بهيدا الكثافة او هيدا القوام ولا نقطة مي فيها انا استخدمت هيدا المطحنة فيكن تطحنوها بمطحنة الشربة بفرامة اللحم على الناعم اهم الشي اذا استخدمتوا المطحنة هاي بلاستيك لا تحطوا البندورة سخنة استنوا عليها لا تبرد على الاخر ما بيصير نحط بندورة سخنة على مطحنة بلاستيك بيطعم البلاستيك بالاكل وبتصير الصلصة عنكن ضرة ابدا ما بيصير لازم تكون برد وكمان فيكن تحطوها بمصفية وتدعكوها لانو انا بحب اعمل معجون بندورة بدون اشر او بزر والاشر والبزر ما بكي بنبحطهم على صواني وبشمسهم وبطحنهم وبعملهم بودرة بندورة اي طريقة لطحن البندورة على زاوكن لا شم طلال بالمصفية او بهيد المطحن اليدوية علشان هيدول بشلول الاشر والبزر انا ما بدي بمكان ما توصلون غبرة ومنتبه عليهم كل ساعتين ثلاثة بحركهم بمعلقة خشب اذا الصواني معدن لا تحركوا سلسة البندورة بمعلقة معدن ما بيصير ابدا تطعم البندورة لازم تحركوها بمعلقة خشب علشان اللي بينشفوا من فوق ما تكونوا مرتبة من تحت بتحمض وبتفسد معكن كل ساعتين ثلاثة يقلبوهم هلأ حرارة الشمس كتير مناس بمشاء الله بيومين اول يوم تاني يوم بتلاوها وصلت للقوام المطلوب استغلوا هلأ الصيفية وحضروا هيدا رب البندورة اسعار البندورة رخيصة وحجمة كتير مناسب وانتو بتتحكم وبالكثافة انا بحبوا يكون هيك الصلصة هيدا عنا تقيلة شايفين كيف قوامة تقيل ومركزة وما فيها اي سوائل وحتى كمان في صنية خليتها تتقل عندي على الاخر هلأ اذا شفتوها كتير كتير تقلت وانتو حسيتوا حالكم عملتوا شي غلط حطوها بمحضر الطعام مع زيت زيتون ترجع بتصير رخوة معاكن شايفين كيف قوامة يعني اذا حطيتوها بالمعلاء الصعب توقع منا خلاص انا عبيتهم بالمطربنات دعكتهم مع شوية زيت زيتون وعبيتهم بالمطربنات ما فيني اعمل معجون بندورة ومحضر هالسندويش هايدي من ايام جيراننا من اهل فلسطين مع المنة عليها بيجيبوا معجون البندورة اللي بتكون امهم عامليتهم على ايدها طازة وبلدي مع زيت زيتون وبيحطوا عليها زعتر فلسطيني ورق نعنعة زيتون وبصل اخضر وورق بقدونس وبيحمصوا الخبز شوي على النار وقطيب صندويشة معجون بندورة مع زعتر اهل سوريا جيراننا كانوا يعملوها بدبس الفلفل الاحمر الحلو وكانت تطلع كتير طيبة وبعدين تعملوا قطيب صندويشة وتستخدموها بطبخاتكم بصلصاتكم باللي بتكون يا وعلى الوش حطوا زيت زيتون تقعد سنة بالتلاج لما وات حافظة لا الوان لا نكهات وما حطيت فيها شمندر ولا اي شي لون البندورة ما شاء الله حمره وبتشاهي وانتوا بتتحكموا بكثافتها بالتحريك بين ايديكم بتوصلوا للقوام المطلوب جربوها كتير طيبة وكتير صحية